السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? جايبا لكم النهاردة بقى وصفة حلوة جدا للطحينة الخيم هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا لو في اي وقت انت مزنوقة ما عندكش الطحينة ومحتاج جاية وعندك شوية سمسم هقولك ازاي تعمل الطحينة وتبقى موجودة عندك في البيت بس في الاول احب اطلب منك تشتركي في القناة وتفعلي الجرس لو لسه مشتركتيش في القناة وتعالي نشوف مع بعض هنعمل الطحينة الخيم ازاي المكون الاساسي في الطحينة هو السمسم الابيض في سمسم بيقولك لما تيجي تشتريم العطار بيقولك عالسمسم ابيض ولا سمسم احمر قولي له عايزة سمسم ابيض ده تقريبا ربع كيلو بالزبط من السمسم الابيض تعالي نشوف هنعمله ازاي ونجهزه علشان نعمل الطحينة مع بعض انا هجيب طاصة كده عندي وهحط في الربع كيلو من السمسم الابيض وهحط على النار مش هحمصه ولا اي حاجة انا بس عايزة ياخد شوية حرارة هقلبه كده تقريبا دقيقتين تلاتة هتلاقي بقى لونه يعني بصي اهو حاجة بسيطة انا محمصتش ولا اي حاجة يا دوبك بقى سخن انا عايزة يبقى سخن معايا شوية عايزة يبقى دافي كده في حرارة علشان ابتدي اطحن فيه لما ابتدي اطحن فيه ينعم معايا على طول ويفرز كل الزيوت بتاعته اللي موجودة جواه وبيطلع ريحة وطعم حلوين قوي لكن مش بيتحمص ولا بخليه اللون ودهب يفاتح ولا غامق ولا اي حاجة حطته كده في الكابة بتاعتي يا هندك الكابة او عندك حتى الهند بلندر ممكن تحطي في طبقه تعملي بالهند بلندر هتبتدي تطحني السمسم بتاعي على كذا مرحلة كده مرتين تلاتة تطحني فيه لغاية ما يبقى عامل زي كده البدرة شبه الدقة شوية بس ايه بيكون انعم شوية هنبتدي نضرب فيه نضرب فيه ولو عند كمان هند بلندر ممكن تحطي السمسم في اي بولة وتعملي بالهند بلندر بتفضلي تضربيه كذا مرة الغاية تم ما يبقى طاري خالص كده انا وريك اهو بهزه كده شوية كل شوية بحركه علشان اجيب الفوق تحت واللي تحت فوق علشان كله يبقى في نفس النعومة زي بعض وابتدي اضربه كويس جدا لو عند كمية سمسم قليئية لو عايزة تزوديها ممكن تضيفي سوداني مع السمسم الطحينة ممكن تتعمل بالسوداني والسمسم لكن السمسم هو الاساسي في الطحينة كده خلاص وصلت معي للقام اللي انا عايزة شبه العجينة شوية ده كده سمسم بس اعطى اضرب فيه لغاية ما بقى عامل زي العجينة كده هجيب جنبي بقى كوباية من الزيت وهبتدي اضيف منها احب حبة مش هحطها كلها عشان اشوف كده هتربط معي وتبقى تمام لو عايزة زيت تاني هزود مش عايزة يبقى خلاص هنا انا بقت معي كويسة جدا بقت عاملة زي العجينة هي بتمسكت زي ما انتو شايفين كده هبتدي احط اول حاجة كده ربع كوباية الزيت نصف كوباية زيت كده وابتدي اضرب تاني انا في الوصفة دي ربع كيلو السمسم الابيض ما اخدش مني غير تقريبا مص كوباية زيت ما اخدش كوباية الزيت كلها انا شايفة هي بقت تمام كده معي المكون التالت معينا في وصفة الطحينة هو الدقيق دلوقت في المرحلة دي هبتدي اضيف دقيق انا هستخدم مع ربع كيلو سمسم هستخدم كوباية من الدقيق هضيفها بالتدريق برضو لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزا انا هنا حطيت نصف كوباية وهبتدي اضرب واشوف كده معي تمام ولا عايز تاني انا لا حسيت ان هو عايز تاني حطيت بقية الكوباية بتاعتي يبقى استخدمنا ربع كيلو من السمسم الابيض معي نصف كوباية من الزيت وكوباية من الزيت كده انا هون خلاص انا شايفة معي الطحينة كده معي تمام جدا القوام بتاع حلو قوي وكمان ما بحطها بتتقلم شوفين عايز اواريكي انا بنزلها في البرطمان بتاعي عاملة ازاي سئيلة حتى اتقل من اللي بجيبها من برا ولونها شوفي لونها حلو جدا عشان السمسم سخنية ونزل كل الزيت بتاعته ورحتها قوية جدا البرطمان الصغير اللي عندي دوت تقريبا ربع كيلو هو عمل اكتر من ربع كيلو يعني ربع كيلو السمسم عمل معنا تقريبا نصف كيلو الا حاجة بسيطة من الطحينة الخام اه ازا ما كانش كمان دولار نصف كيلو من الطحينة الخام وكمان اه بستخدم منها حب قليلين قوي عن الطحينة اللي بجيبها من برا لانها تقيلة ومركزة مش منضف لها اي اضافات تانية زي اللي بتجيبيها من برا بيكون فيها دي اه كتير قوي حتى ما تحطيها بتلاقي بقى لونها ابيض قوي زي العجينة كده انا تمام معايا الطحينة زي الفل وتمام التمام تستخدميها لقى في حلويات تستخدميها في اه تحطي عسل وطحينة صوس الطحينة تعملي سلطة الحمص بابا غنوج اي حاجة هي تمام معاك وتعنيها في التلاجة تقعد فترة طويلة جدا معاك مش هيجرالها اي حاجة عايزة وليكي بصي قوامها عاملة ازاي تقيلة جدا ما شاء الله وطعم السمسم باين فيها جدا لو وصفة النهاردة عجبتك ما تنسيش تدوسي لايك عشان الفيديو يبسل لاكبر عدد من الناس ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعالي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله استنوني في وصفة تانية جديدة وسهلة من مطبخ ريام ردوان